والحضر وسيأتي يوم أقول فيه للقوات المسلحة الملكية المغربية لقد تحقق كلامي لقد تحقق توقعي وتم حفر الحفرتين فتأويل المعبر المغربي محمد مجاهد لا يسقط أبدا هذا تحذير من معبر إلى الجيش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم سيكون حول رؤية خطيرة عبرت في أحد القنوات غير أن هذه الرؤية تحتاج إلى إعادة التأويل لا داعي طبعا لذكر اسم القناة أو صاحب القناة هذا ليس مهما ولا يهمني وإنما الأهم هو إعادة تأويل هذه الرؤية بالحق على هذه القناة التي أسميتها قناة التقويم وإعادة التأويل اسم على مسمى حتى لا تضيع إن شاء الله تعالى أي رؤية الرؤية أحبابي الكرام قصيرة لكن مضمنها واسع جدا وهي منذرة بحق المغرب الأقصى تسوجب الحيطة والحضر نعم تسوجب الحيطة والحضر من أهل الخيانة والغضر وأقرأ عليكم نص الرؤية تقول الرائية بعد حصة من الدكر والدعاء نمت فرأيت جدارا عظيما وهذا الجدار فيه شقان أو حفرتان أو نافدتان ثم بعد ذلك رأيت أكوام من الناس أو البشر يدخلون من هاتين النافدتين هذه الرؤية ستعبر إن شاء الله تعالى بالحق أقول وبالله السعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله رب العالمين حمد عباده الصادقين الشاكرين ونصلي ونسلم على الحبيب المحبوب خير مبعوث للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي شرح لي صدري ويسير لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبابي كرام قبل تقديم التأويل الصحيح لهذه الرؤية أقول من عبرها سابقا ادعى أن الحائط هو سد يجوج ومجوج هذا الشخص الذي عبر الرؤية يقول أن معنى الحائط في هذه الرؤية هو سد يجوج ومجوج ويقول سيخرجون قريبا وأما الفتحتين أو تأويل الفتحتين فقد ادعى أن الفتحة الأولى هي الخروج الأول ليجوج ومجوج في زمان الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والفتحة الثانية يقول هي خروج يجوج ومجوج نهاية الزمان إلى آخر كلامه بطبيعة الحال هذا التأويل ساقط وفاسد لعدة اعتبارات أنه يفتقد إلى الفتنة والذكاء على اعتبار أن الأمة الإسلامية تنتظر ظهور المهدي أولا ثم الدجال تانيا الدجال الذي سيخرج ليقاتل المهدي ثم ينزل عيسى عليه السلام ليساعد المهدي في قتل الدجال هذه الأمور لا بد منها بداية ثم أن أشراط أو علامات الساعة الكبرى ستتابع لنرى أخيرا خروج يجوج ومجوج وهذا الحدث بعيد نسبيا لأن العقل يقتضي احترام الشرع أو احترام ترتيب علامات الساعة الكبرى أول بأول هذا من جهة من جهة أخرى قول الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من أردم يجوج ومجوج فهذا لا يعني خروجهم الحقيقي لأن القدر الذي فتحوه لا يخول لهم الخروج سبحان الله هو اعتمد على هذا الحديث ليقول معنى الفتحة الأولى هي خروج ومجوج في زمان الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لكن هذا تفسير بعيد وحتى أن هناك بعض العلماء من قال الخروج يعني في هذا الحديث معناه خروج المغول والتطار وكذلك هذا الاجتهاد بعيد وصاقط سأعطي إن شاء الله وتعالى شرح معنى هذا الحديث يعني قبل أن أدخل مباشرة لتأويل الرؤية معنى قول الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يجوج ومجوج مثل هذا وحلق بإصبعه وبالتي تاليها معنى هذا حباب كرام أو شرح هذا الحديث سيكون من خلال حديث آخر صحيح فالسنة النبوية تشرح بعضها بعضا كما أن آيات القرآن الكريم تفسر بعضها بعضا وهذه قاعدة قلنا فتح اليوم من ردم يجوج ومجوج مثل هذا وحلق بإصبعه وبالتي تاليها فهذا القدر الموجود في هذا الحديث لا يعني خروجهم الحقيقي لأن القدر الذي فتحوه لا يخول لهم الخروج ما يلبت أن يغلق مجددا وأقرأ عليكم نص هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يا جوج ومجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله تعالى إلى آخر الحديث وهذا الحديث أحبابي كرام صحيح نقرأ مجددا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يا جوج ومجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس نعم وهذا هو القدر اليسير الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يجوج ومجوج مثل هذا وحلق بإصبعه وبالتي تليها نعم الحديث الصحيح الذي يشترح هذا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم رجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد مكان حتى إذا بلغت مدتهم وأرد وأرد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال رجعوا فستحفرونه فستحفرونه إن شاء الله تعالى نعم نعم يعني شرحنا حديث حديث بحديث ومن أجل هذا أدعو هذا الشخص إلى الإلمام والإشهاد في تعلم السنة النبوية قبل الفتوى وأبدأ إن شاء الله تعالى في تأويل هذه الرؤية أقول إن صدقت هذه الرؤية يكون تأويلها على هذا النحو تقول الرأي رأيت جدارا عظيما وهذا الجدار فيه شقان أو حفرتان أو نافدتان الجدار العظيم هنا في هذه الرؤية كناية على الحدود المغربية فهذا هو معنى الجدار الجدار قلت كناية عن الحدود المغربية وأشقان أو الحفرتان فالشق الأول أو الفتحة الأولى أو النافدة الأولى كناية عن جبهة البوليزاريو وأما الفتحة التانية أو النافدة التانية فكناية عن دولة الجزائر التعويل الآن أحبابي الكرام واضح وضوح الشمس لدينا حدود طويلة هي بمتابة الجدار العظيم المنيع يحرصه جيش وطائرات مسيرة إلا أن هناك من يحفر حفر لاختراق هذه الحدود أو اختراق هذا الحائط العظيم طمعا وحسدا لدينا البوليزاريو يحفر الحفرة الأولى ولدينا الجزائر تحفر الحفرة التانية هذا هو التأويل المطلوب إذن أخذ الحيطة والحضر وسيأتي يوم أقول فيه للقوات المسلحة الملكية المغربية لقد تحقق كلامي لقد تحقق توقعي وتم حفر الحفرتين فتأويل المعبر المغربي محمد مجاهد لا يسقط أبدا هذا تحذير من معبر إلى الجيش وصلت إلى نهاية الحلقة أحبابي كرام أتمنى أن تكونوا بخير وفي أتم الأحوال والعافية أسأل الله تعالى أن يفتح لكم أبواب الخير دنيا وآخرة أسأل الله تعالى أن يحفظكم من شر الحاقدين ومن شر الظالمين ومن شر المنافقين ومن شر المجرمين ومن شر العائنين والساحرين والحاسدين ومن شر المدلسين وكل من يتهاجر بهذا الدين ونسأل تعالى أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى قولوا اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر